كثيرون اعتقدوا أن طول المسافة بينهم وبين مواقع الاشتباكات ستقيهم شر الحرب وتقلباتها لكن ذلك سريعا ما تلاشى فقد وصلت الآثار إلى كل مدينة وزارت كل قرية وأصبح من لم تهددهم القذائف ضحايا للسياسات الاقتصادية المدمرة اتقذت ماليشيا الحوثية التي سيطرت على العاصمة صنعاء سياسة مالية واقتصادية من شأنها الإضرار بكل فئة المجتمع أعاقت المعارك التي أشعلتها حركة الاقتصاد البسيط الذي كان قائما على عاتق أموال صغيرة توقفت عملية الاستيراد كنتيجة أولية لتسرب العملة الصعبة من الأسواق واختفائها وظهور سوق سوداء تبيع كل شيء لمن يستطيع فقط ازدادت الفئات الأكثر فقرا وتوسع عددها إلى حد لم يكن من السهل حصرها فقد انضم مئات الآلاف من ذوي الدخل المحدود إلى معدومية الدخل وأصبح موظف المؤسسات الحكومية تحت رحمة الحاجة وغدت مؤسساتهم في دائرة الإفلاس عينت الميليشيا من يواليونها على المؤسسات الإيرادية وحولت ما تبقى من مدخولات إلى خزائنه الخاصة لوحق المصرفيون وغادر رجال الأعمال والتجار أنشطتهم وموطنهم وأغلقت الكثير من المصانع تحت طائلة القصف أو نتيجة غياب المواد الأساسية استقبلت أسواق العاطلين المزيد من الأعداد لمن غدوا بلا عمل وتوقفت الأنشطة بمختلف أنواعها كان ذلك شديد الوضوح أمام أعين مراقبية البنك الدولي الذين أعلنوا عن نتيجة مخيبة للآمال لا يقتصر أثرها على الحاضر بل يطال المستقبل ويشل الحاضر كما وصف تقرير البنك الدولي الذي صنف اليمن كأسوأ بلد في الاقتصاد لعام 2015